من يقبل أن تكون للاحتلال الصهيوني سيادة على الحرم القدسي فهو بالضرورة منكر للإسراء والمعراج وذلك يعد ردة سياسية وردة عقائدية لا مبررة لها هكذا علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على إعلان البحرين تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني عريقات يرى أن إعلان التطبيع يتجاوز مجرد إقامة علاقات دبلوماسية إلى ولادة تحالف أمني واقتصادي وعسكري صهيوني عربي في المنطقة على أساس عقيدة خاطئة لدى بعض صناع القرار في العالم العربي تخيل إليهم أنه بإمكانهم أن يقيموا نظاماً أمنياً عربية على قاعدة ارتكاز صهيونية حديث صائب عريقات لم يكن الوحيد في رفض التطبيع في الداخل الفلسطيني فجميع حركات المقاومة الفلسطينية المختلفة ترى أن الاتفاق يعد جريمة تعني وقوف حكام الدول المطبعة في صف الاحتلال ضد مصالح المنطقة وضد القضية الفلسطينية كما يعد مخالفة للإرادة الشعبية الوطنية للأمة مؤكدة أن الرد على ذلك لا يكون إلا بالمزيد من الوحدة ومواجهة الاحتلال وعزله وتفعيل كل أدوات المقاومة لطرده من الأراضي المحتلة أما عربيا وإسلاميا فقد أكد الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي أن اتفاقية التطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال ستفاقم الصراع في المنطقة لأن اتفاق السلام لن يكون شاملا دون تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني في حين أدانت الخارجية التركية لاتفاق مشيرة إلى أنه يتنافى مع مبادرات السلام العربية والتعهدات التي اتخذت ضمن منظمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية وبحسب محللين فإن ما تشهده المنطقة حاليا من تتابع الاتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني يمثل تنفيذا للخطة الأمريكية المسمات بصفقة القرن ما يعني أن المنطقة ربما تشهد المزيد من هذه الاتفاقات تبعا لمدى الاستجابة للضغوط الأمريكية لدى أنظمة الحكم العربية